إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت مديرية الأسايش في إقليم كردستان أنها تمكنت في عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب من المنتمين لتنظيم داعش وجاء في بيانا للمديرية أنها تمكنت بالتنسيق مع مديرية أسايش السليمانية ومديرية أسايش غرب السليمانية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب بعد تلقي معلومات استخبارية من الأجهزة الأمنية الاتحادية بشأن وجود ثلاثة متهمين مطلوبين وفقا للمديرية الرابعة إرهاب وعوضح البيان أن ألقاء القبض على هؤلاء المتهمين الثلاثة جرى في عمليتين منفصلتين